بسم الله والحمد لله وصلاة 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 وصلا الإيمان باليوم الآخر ونتحدث عن الدار الآخرة بالأمس تكلمنا عن العلامات الصغرى اليوم القيامة إلى أن وصلنا إلى تكذيب الصادق وتصديق الكاذب وتخوين الأمين وتأمين الخائن ومن علامات الصغرى أيضا اليوم القيامة كثرة الزلازل الزلازل تصبح كثيرة كثرة الزلازل ورفع العلم قلة العلم الناس لا يعلمون ولا يفهمون الدين والعلماء يموتون ويختفي العلم حدثتنا عن العلامات الصغرى اليوم القيامة فما هي العلامات الكبرى؟ العلامات الكبرى اليوم القيامة عشرة عشر علامات من علامات يوم القيامة هي الكبرى لماذا سموها العلامات الكبرى؟ سموها العلامات الكبرى لأنها معها تقوم القيامة كبرى أشياء كبيرة عظيمة خطيرة ما هي العلامات الكبرى ليوم القيامة؟ العلامات الكبرى ليوم القيامة هي عشرة عشرة علامات ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد تعالوا بنا ولنعرفها معنا العلامة الأولى الدخان دخان سيخرج يجعل الناس لا يشاهدون ولا يرون شيئا ويخنقهم هذه العلامات الكبرى ليوم القيامة عشرة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد واحد الدخان اثنين خروج الدب ثلاثة خصوف خصف بالمشرق خصف بالمغرب خصف بجزيرة العرب السادس خروج الشمس من مغربها السابع نار تحشر الناس إلى محشرهم الثامن خروج الدجال المسيح الدجال تاسع نزول نبي الله عيسى عليه السلام العاشر يأجوج ومأجوج ما هذه العلامات فهمنا بعضها ولم نفهم البعض الآخر فهل ممكن أن تشرح لنا؟ نعم تعالوا بنا ولنعرف ما هي العلامات الكبرى ليوم القيامة الأول هو الدخان الدخان هو الدخان الذي يخرج يخلق الناس ويجعلهم لا يشاهدون شيئا كأنهم قد أعميت أبصارهم لا يستطيعون أن يروا شيئا أبدا هذا هو الأول هو دخان كبير ليس كدخان الحرائق أو السيارات لا دخان كبير يعم الناس اثنين وهي خروج الدب ما هي الدب؟ الدب مخلوق عجيب سيخرج من الأرض ويحدث الناس أن هذه من علامات يوم القيامة وأن يوم القيامة قد اقترب وأن الناس كانوا لا يؤمنون به ولكنه الآن يحدث وتبين لهم أن يوم القيامة قد اقترب فعلا العلامة الثالثة وهي خروج الشمس من مغربها أن الشمس كل يوم تخرج من المشرق تشرق من المشرق وفي يوم من الأيام عندما يأتي يوم القيامة ستكون الشمس لن تخرج الشمس من المشرق إذن ومن أين ستخرج الشمس؟ ستخرج الشمس من المغرب في يوم من الأيام الناس ينتظرون الشمس فلا تخرج ينتظرونها لتشرق فلا تشرق وتظل هكذا لمدة أربعين يوم اليوم الأول يمر على الناس بصعوبة كأنه سنة واليوم الثاني يمر عليهم أيضا بصعوبة كأنه شهر واليوم الثالث يمر عليهم كأنه أسبوع ثم بعد ذلك الأيام البقية كلها مثل أيامنا هذه وماذا سيصنع الناس وكيف سيصرون في هذا اليوم الذي فيه سنة يقدرون له قدرة يعني كل الصلوات كان بين الصلوات مقدار من الساعات يصلونها كأنها يوم واحد وكيف سيعرف الناس أن الشمس ستشرق لا الشمس لن تشرق الشمس ستخرج من الجهة الأخرى من المغرب فإذا حدث هذا كل الناس سيؤمنون أن الإسلام حق وأن هذا الدين حق وأن القيامة ستقوم ولكن للأسف لن يقبل الله توبة بعد هذا اليوم سيريدون التوبة ولكن لن يقبل الله توبتهم بعد هذا اليوم العلامة الرابعة والخامسة والسادسة ثلاثة خصوف ما هو الخصف؟ الأرض ستنهار الأرض ستنهار وستبتلع الناس وستبتلع البيوت وستكون في ثلاثة مناطق من الأرض خصف بالمشرق يعني في جهة المشرق وخصف بالمغرب يعني في المغرب في الغرب وخصف بجزيرة العرب أي بالمكان الذي يسكن فيه الناس في جزيرة العرب مثل بلاد الخليج والعلامة التالية أنه أخذنا الدخان والدابة وخروج الشمس من مغربها وخصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب تبقى العلامة السابعة العلامة السابعة هي خروج المسيح الدجال وما هو المسيح الدجال؟ المسيح الدجال هذا أخطر مخلوق ويوجد على وجه الأرض مخلوق خطير 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 أخبرنا عنه نعم أريد أن أخبركم عنه ولكن هذا سيكون غدا إن شاء الله عز وجل أحباتي نلتقي غدا إن شاء الله عز وجل نحن نكمل إن شاء الله عز وجل بقية الأنبياء والرسل أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته